اشتركوا في القناة ما زلنا نستعرض التعليقات والمناقشات التي قدمها جملة من المحققين على ما أفاده أو ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المعنى الرابع لأصل اللزوم في البيع قال الشيخ الأنصاري أن هذا الأصل وهو الأصل في البيع اللزوم أصل اللزوم هنا كما في كلمات الفقهاء له معاني أربعة كما سبق الكلام مفصلا المعنى الأول الراجح وهو تفسير المحقق الكركي المعنى الثاني القاعدة المستفادة من العمومات المعنى الثالث الاستصحاب وهو ما يفهم من كلام العلامة رحمة الله عليه التذكرة المعنى الرابع الذي ذكره الصدر في رده على الفاضل التوني انتصارا للشهيد الثاني رحمة الله عليه الذي قال أيضا أن الأصل في البيع اللزوم المعنى الرابع ما هو الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي بمعنى أن البيع في اللغة وضع ليفيد اللزوم وهذا ما تبانى عليه العرف وهكذا استعماله الشارع أيضا وبنى عليه هذا هو مدعى الصدر في إجابته على الفاضل التوني في الوافية ذكرنا مجموعة من مناقشات العلماء بعد أن استعرضنا كلام الشيخ الأنصاري في هذا المقام أو ما استعرضه وما صوره الشيخ الأنصاري لهذا الرأي ذكرنا كلمات العلماء ومناقشات العلماء في المقام وكانت آخر المناقشات التي طرحت مناقشات وتعليقات المحقق الشهيدي رحمة الله عليه المناقشات وعدت مسبقا أن أقف مفصلا عند مناقشة وتعليقة المحقق الأصفهاني وتقريبا هو الفقيه الذي وقف مفصلا في المقام هنا بعد الشهيدي الشهيدي وقف مفصلا ولكن المحقق الأصفهاني وقف وقف أكثر تفصيلا ولذلك لابد من الوقوف عندها لأن هذا العالم المحقق ذكر لفتات جدا مهمة في المقام ينبغي لمن يمر على هذا البحث أن يقف عندها وسنقف عندها في عدة بخوص إن شاء الله من هذه السلسلة حتى نحلل بشكل مفصل ما أراده وما ذكره المحقق الأصفهاني ثم نحاول قدر المستطاع أن نتأمل في هذه المناقشة الرائعة جدا للمحقق رحمة الله على المحقق الأصفهاني لاحظوا حتى نقف عند التفصيل تفصيل كلمات المحقق الأصفهاني أصل الدعوة ما هي في المعنى الرابع كما أسلفنا للشاهد أذكرها هنا أصل الدعوة أن الصدر بتفصيل الشيخ الأنصاري عندما أشكل الفاضل التوني على الشهيد الثاني الشهيد الثاني قال أن الأصل في البيع اللزوم الفاضل التوني أشكل على هذا الكلام بوجوه أشرنا إليه وقد نشير إليه لاحقا طيب الصدر أراد أن ينتصر للشهيد الثاني بأن كلام الشهيد الثاني الذي يقول فيه بأن الأصل في البيع اللزوم كلام صحيح فابتكر هذه الصورة أو هذه الرؤية اللي نقول هي الدليل يعني ماذا قال قال أن الأصل في البيع اللزوم مو لأن هناك غلب كما قال المحقق الأصفهان المحقق الكاراكي طبعا هو لم يقل ذلك حتى أقرب الموضوع ولا لأن هذا الأصل هو مفاد قاعدة استنبطت من العمومات الشرعية الآيات المباركة والروايات ولا أنه يعني الاستصحاب عندما نقول الأصل في البيع اللزوم لماذا نقول الأصل في البيع اللزوم لأن أساسا في اللغة أساسا في اللغة البيع وضعه ليفيد معنى اللزوم أو ليفيد اللزوم في اللغة هكذا يعني يعني الواضع اللغوي عندما وضع هذه الكلمة وهي باء يعين البيع هذا عندما وضع هذه الكلمة والتي تفيد التملك والتمليك النقد والانتقال هذا العقد أساسا وضع في اللغة ليفيد اللزوم يعني يصير معناها في اللغة معنى البيع ومعنى عقد البيع في اللغة هكذا وضعها الواضع اللغوي يصير معناها العقد المفيد لللزوم أو التمليك المفيد لللزوم لو أردنا أن نعرف ها لغة البيع ما هو هو النقل والانتقال أو التمليك والتملك اللازم هكذا وضعت في اللغة هذا الادعاء هكذا والعرف أيضا بنى معاملاته على هذا الأساس على أساس هذا البناء اللغوي على أساس هذا الوضع اللغوي فصار يتعامل في معاملاته الاقتصادية عند إجراء أو إبرام هذا العقد على أنه عقد لازم هنا له البيع والشارع المقدس لحظ هذا الوضع اللغوي ولحظ البناء العرفي وتعامل وتعامل بنى أيضا معاملاته من خلال خطاباته على اللزوم يعني يعني أراد أراد من المكلف أن يعتبر هذا العقد عقد لازم ولهذا عندما تكلم عن البيع تكلم عن البيع بما قد وضع له لغة وبني عليه عرفا فعندما قال الباري جل وعلى أحل الله البيع يعني المعاملة اللازمة يعني العقد اللازم هنا البيع هذا الذي البيع المعهود في حياة الناس الذي يتبان العرف في معاملاتهم عليه طبقا للوضع اللغوي له فالشارع المقدس عندما قال أحل الله البيع يعني هذا البيع المفيد لللزوم هذا معناه أحل الله البيع هذا هو الادعاء فإذا كان فعلا الوضع اللغوي بهذه الكيفية والعرف أيضا تبانى على ذلك أيضا والشارع المقدس لحظ هذا الأمر ولم يردع عنه معنى أنه أمضاه بل أجرى معاملاته على هذا الأساس لا على سبيل عدم الردع فقط بل على سبيل التأسيس لكن لو قيل بأنه أن الأمر ليس على نحو التأسيس لا أقل على سبيل عدم الردع معنى أن الشارع أيضا بنى معاملاته على هذا الأساس في هذا المقام في البيع فإذن لا داعي للإشكال على أن الأصل هو على أن الأصل في البيع اللزوم هذا الإشكال في غير محل هذا مدعى الصدر في إشكاله على واعتراضه على الفاضل التون طيب طيب هذا مقبول كلام أو لا ذكرنا بعض المؤيدين لهذا الكلام مثل المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسف مثل المحقق النائيني في حاشيته أيضا على المكاسف مثل السيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين أيضا في حاشيته صباح الفقاهة استعرضنا يعني مجموعة من المناقشات ثم استعرضنا أيضا مناقشات مجموعة من الفقهاء اللي من بينهم عنده بعض الاعتراضات كانت المحقق الشهيد هنا المحقق الأصفهاني عنده تفصيل في المناقشة خلنا نلاحظ سوية الآن ما الذي أراد الوصول إليه المحقق الأصفهاني عنده اعتراضات على هذا الموضوع بطريقة علمية في البداية المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ولاحظ الأمر سوف استعرضه في عدة بحوث ألخص سورة أولية عن البحث محقق الأصفهاني في البداية بين المراد يعني حاول أن يقدم تعريف للمراد بالأصل هنا عندما نقول الأصل في البيع اللزوم ماذا نعني فحاول أن يطرد الأغيار في البداية حتى لا يصير في التباس في البحث وهذه طريقة دقيقة جدا في البحث العلمي حاول أن يطرد الأغيار ويوضح المراد في البداية بهذه الكلمة ثم قدم تقريبين للمعنى الرابع أنه ماذا تريدون بالمعنى الرابع التقريب الأول للمعنى الرابع واحد تقريب الثاني للمعنى الرابع اثنين ذكر معنى التقريبين يعني نقول الأصل في البيع اللزوم يعني الوضع اللغوي والبناء العرف والشرع يعني ماذا قدم تقريبا يعني قدم تفسيرا للتفسير لأن المعنى الرابع هو تفسير لهذه القاعدة أو هذا الأصل الأصل في البيع اللزوم ما الذي يعني عندنا أربعة تفسيرات المعنى الرابع المحقق الأصفهاني قدم تفسيرين للتفسير الرابع أنه ما الذي يراد من هذا التفسير ما يتقصدون قدم تقريبا أوليا أولا ثم تقدم تقريبا ثانيا ثم ناقش التقريب الأول وناقش التقريب الثاني لكنه مهد للبحث في التفسيرين أو التقريبين بمقدمة طرد من خلالها الأغيار حتى نقول بأن المراد هذا وعلى أساس ذلك التقريب الأول كذا والتقريب الثاني كذا هذا مراعاة للدقة العلمية في البحث قدمها البحث الأصفهان رحمة الله عليه هذا العلم الكبير للحظ هذا الموضوع ما مر عليه مرور الكرام بحث بحث دقيق جدا وارجو المتابعة معي في عرض هذا المطلب كيف بدأ في البداية لإضاح المطلب قال قال عندما نقول هنا الأصل في البيع اللزوم لاحظ لاحظوا لاحظوا يعني البيع لاحظوا البيع نقول في ذاته يدل على اللزوم لاحظوا العبارة يمكن أن نقول هذه الكلمة ذاتا يدل على اللزوم هو متقوم باللزوم نقول هذا أو نفس الشيء ثاني لاحظوا الدقة العلمية في البداية قال وسأشرح هذا الموضوع وأقرأ بعض العبارات في كلماته قال عندما نقول الأصل في البيع اللزوم يعني البيع في حقيقته يفيد اللزوم لاحظوا حتى يعني في البداية ذكرت عبارة الآن ذكرت عبارة ثانية حتى يتضح الفارق في الكلمات البيع في ذاته يدل على اللزوم أو البيع في حقيقته يدل على اللزوم أو نقول البيع يدل على اللزوم نستطيع أن نقول في ذاته نستطيع أن نقول أن اللزوم مقوم من مقومات البيع يعني أن البيع يتقوم ذاتا باللزوم نستطيع أن نقول هذه العبارة أن ننشي هذه العبارة عندما نقول الأصل في البيع اللزوم أو نخصص شيء آخر دقة هذا العالم قال ليش لأن هذه العبارة كأنما تشي إلى بعد ذاتي في البيع عندما نقول الأصل في البيع اللزوم كأنه ذاتا كذلك كأن هذا من مقوماته الذاتية يعني اللزوم العقل أصفاني يقول لا العقل ليس كذلك عندما نقول الأصل في البيع اللزوم ماذا نعني لحظه أولا سأشرح هذا التمهيد لرأيه وكلامه تمهيد طيب يقول عندما نقول الأصل في البيع اللزوم لا نقصد بذلك الذاتي لحظه لا نقصد بذلك الذاتي في الكليات ولا الذاتي في البرهان لحظه هذا هذا واحد هذي جهة طيب إذا لم نعني ذلك أيضا أريد أن يزيد الأمر وضوحا قال ولا نعني به الذاتي الذي لا يحتاج إلى الواسطة في الثبوت ولا الواسطة في العروض إذن الذاتي ما هو إذا لم يكن لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا إذن ما هو هنا الأصل ماذا يعني هذا الذي سوف يتضح هذا التمهيد لكلمات وتفصيل التمهيد لتعليقة ومناقشة المحق الأصفهاني متبناه هنا إن شاء الله أشرحه أكثر تفصيلاً التمهيد لو فقط أشرحه إن شاء الله أكثر تفصيلاً في البحث القادم نأتي إن شاء الله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر